كل مرة بنقول لكم حصري مع شبير بالكلام بالاخبار لكن انا الحصري النهاردة باللقطات تعالوا نشوف اولى هذه اللقطات ادي اول لقطة الحراس التلاتة حارس مرمى مصر العظيم محمد الشناوي والحارس الصاعد الواعد مصطفى شبير وايضا الامل في مصطفى مخلوف دول التلاتة بصوا فيه كلام فيه حوار ما بينهم فيه انسجام موجود فيه توجهات فيه كلام كتير من الكابتن الشناوي طول الوقت لمصطفى شبير لمصطفى مخلوف اعتقد لقطة في غاية الاهمية طيب دي اللقطة الاولى تعالوا اللقطة التانية وهي بتدينا روح التفاؤل من لعيبة النادي الاهلي اللي موجودين في التمرين حاجة برضو تديلك نوع من انواع الهدوء وان شاء الله الثقة دون غرور بتواضع شديد جدا لكنه اللقطة بتقول ان الاعصاب هدية باذن الله وان الامور على ما يرام بامر الله وان اللعيبة عايش المباراة دون شد عصبي صحيح بتركيز صحيح باسرار صحيح بعزيمة لكن دون شد عصبي وده امر في غاية الاهمية انك ما تبقاش مشدود عصبيا بالعكس تبقى مرتاح وتبقى مبسوط وتبقى داخل ان انت رايح مباراة مركز معاها بنسبة الف المليون المية لكن في نفس الوقت في نفس الوقت عايش المباراة بكل انواع التركيز دون اي نوع من انواع الشد العصبي ناخد كمان لقطة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومعه مستر مارسل كولر ودكتور خالد الجوادي واكيد هو اكتر واحد يعني ايده على قلبه لان هو كمان تعب اشتغل وعمل شغل هائل من الناحية الادارية ومن الناحية الفنية من كل النواحي خطيب كولر خالد بيبو خالد الجوادي لقطات يعني مهمة جدا ومعبرة وربنا كريم يا رب ان شاء الله كمان طاقم التحكيم اللي حيدير هذا اللقاء هو كمان بيتمرن عنده تدريبات وعنده استعدادات في ملعب المباراة معهم حكم الفار والحكم الكنغولي جان جاك ندالا ومعه من لسوتو سورو فتسواني من بوركينا فاسو سيدو تياما والرابع الحاجي الاو محمد والفار الحلو بن ابراهيم والغاني دانيال لاريا والسوداني عبدالله محمد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق يا رب ان شاء الله ويعملوا مباراة على اعلى وعلى احلى مستوى باذن الله